هنروح لبوابة الأهرام ويعني ترحب من الخارجية الخارجية بترحب بتوقيع اتفاقية المقر لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رحب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بتوقيع على اتفاقية المقر لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وهي المنظمة التي سوف تصديف مصر مقرها قام بالتوقيع من جانب الحكومة المصرية دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرة وسفير إهاب فوزي نائب المدير التنفيذي للمنظمة وجدد المتحدث الرسمي التأكيد على التزام مصر في هذا الصدد بالعمل على دعم عمل المنظمة الجديدة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لذلك في إطار التزامتها كدولة دولة المقر للمنظمة أخذا في الاعتبار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق المرأة بشكل عام وهو ما يتجسد في الخطوات المتقدمة والمستمرة التي اتخذت في هذا الاتجاه على مدار السنوات الأخيرة إضافة لالتزامها بتعزيز العمل في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي بما في ذلك التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي شكرا